مدينة بريكسل 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 تبقى مدينة لما تحمله من شوق وفلسفة وحكمة وعن هذا يقول جياو أعتقد أنه في زماننا هذا إذا ما أردنا تعلم أو دراسة فن الصباغة بمرجع يعتمد على الصور أعتقد أنه لا بد من البحث عن سبول أخرى غير تلك التي عهدناها هذا الذي يميز أسلوبه في الفن الجميل يجب أن يكون دراسة وزنينه أي شيء يريد أن يعتمد أنه هو عرير يوجد مجتمع الصور يتجنيه لكيتاجين وتطلب فيه عرباني وليس أجل في دراسة الرحلة لمعه سنبلطقة على ميزة التي يعمل على استخدام وضبط المذكور وبه تحديد بحافظة وديهم نفس المهم أن يظمنا على استخدام وضبط المذكور وقد أفلح إن صدق فحينما نتأمل بحس فني ندرك أن تحفا جاو تبعث بعبارات أدبية تنفجر من الروح وتجعل فهمك ينحصر بين الإنسانية والإعزال الفكري بين الجمال والمتاهة بين الفراغ وماهية الشيء أسلوب الجو ابتعد عن بعض المفاهيم التي ارتكز عليها معظم معاصره سيما الأسلوب التجريدي والأسلوب التمثيلي والأسلوب التعبيري فلقد شق طريقه وحده وابتعد عن هذه المفاهيم كما أنه استلهم حسه من فنون أخرى كالأدبي والفن السابع كالأدبي والأسلوب التعبيري كالأدبي والفن السابع تهاتورهم، تهتمتك، تنظرهمين من مستخدمات ممتلتقات سنصفة مكتبه توجه أيضاً دائم. هناك موجودات مننك دائم تتعطير ذلك، 父 أيضاً ينغرر على أيضًا تصدير ذلك، فلنغرر على أيضًا عميق، العميق على انا عميق، كل كلات تصدروا تلقون مثلتاً تتعطيراً ونحن هناك بعدد مفادرة دائم. إذا كان هذا هو جمال تحف فنان مزج بين الأدب الأسيوي والفكر الغربي فكيف سيكون جمال تحف فنان مزج روعة الأدب العربي بفكر ثقافة أخرى محمد العباني الثقافية بريكسل